موسيقى 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 السلامة الخير مشاهدي قناة نايل لايف وحلقة جديدة وصفحة جديدة مازال أهم تحدي بيواجهه البشرية كلها في الكرة الأرضية أو سكان الكرة الأرضية كلها هو تحدي الخاص بوباء فيروس كورونا والأعداد اللي عمالة تزيد بالملايين والأعداد اللي بتدت تزيد أكتر وأكتر في الوفيات ووصلنا لأعداد كبيرة جدا والعداد عمال يعد 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 ما بيقفش فحضراتكم يعني قبل ما أخش الهوى كده كنت بطلع الإحصائيات العالمية تقريبا ناخد فكرة كده عن الموضوع عدد الإصابات تقريبا خلاص داخل على 105 مليون إصابة في العالم عدد الوفيات في العالم تعدى الاثنين مليون وفاة حضراتكم مصر كانت مبارح عدد الإصابات كانت اللي هو يوم 31 2021 كان 533 وعدد الوفيات كان 53 فإذن إحنا فيه تحدي كبير جدا في الكرة الأرضية بخصوص هذا الوباء الرهيب عدد من الأبحاث الكثيرة في كل دول العالم خلت والتقدم العلمي اللي حضراتكم عايشين فيه فيه 2021 خلت إن إحنا تقريبا في خلال سنة أو قل من سنة ابتدنا نخرج بلقاح أو عدد من اللقاحات طبعا زمان لما كان من 100 سنة أو 200 سنة لما يبقى فيه وباء في القرى الأرضية كانوا بيعودوا سنين طويلة عشان يطلعوا اللقاح اللي بيعالج هذا الوباء فالتقدم العلمي الحمد لله اللي وصل ليه العالم وطبعا إن إحنا مستعجلين عشان عدد الوفيات عمال يزيد وعدد الإصابات بيزيد في كل حتة في العالم والاقتصاد العالمي بينهار شبه بينهار في كل حتة من دول العالم فبفضل الله ابتدى يطلع مجموعة من اللقاحات لقاح في الصين لقاح في أمريكا لقاح في روسيا لقاح في إنجلترا عدد من اللقاحات وبعد ظهور اللقاح ابتدت البشرية تخش في صراع تاني وتحدي تاني وهو إنه عدد اللقاحات اللي بتنتج في العالم أو في القرى الأرضية مش هتكفي عدد السكان اللي هو سبعة مليار تقريبا في القرى الأرضية فعدد الشركات قليلة اللي بتطلع النتيجة فابتدى يطلع حالات نفسية كده في بعض الدول الحالات النفسية دي اللي هو إيه اللي هو في حالة أنانية في حالة طمع بعض الدول ابتدت الكبرى يعني واللي هي تقيلة يعني في العالم ابتدت حضراتكو إن هي تطلب عدد من اللقاحات أزيد وأضعاف عدد سكانها في حين في بعض الدول الأخرى الفقيرة أو متوسطة الدخل حضراتكو مايبقاش فيها لقاح واحد فهذا التحدي اللي بتدريد نخش فيه ده يعني تحدي جديد تاني مصر فضل الله تعالى يعني الحمد لله إقدرت إن هي زي ما إقدرت تبقى فيها عندها إجراءات استباقية وإجراءات احترازية من أول الوباء من حوالي سنة وشوية مصر أيضا كانت صباقة في إن هي تتفق على اللقاحات ونوعية اللقاحات اللي حتخش وتعمل تجارب سريرية مع العالم وفيه إمكانية كبيرة جدا وفيه اتجاح في العالم كله إنك إنت مايبقاش الدولة مثلا هنفترض إنجلترا هي اللي بتصنع مثلا لقاح فيبقى عندها مصنع في كزة دولة في القرى الأرضية فيبقى فيه مصنع بينتج يقدر يساعد في إنك إنت يوزع عداد أكتر وأكتر وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد كانت مبارع كان لها تصريحات مهمة وعايزين نحاول كده إن إحنا نتناولها مع بعض اسمحوا لي يعني إن إحنا نتناولها مع بعض ونذكرها ونفهمها أكتر أهم تصريح تقال إنه فيروس كورونا عشان ينتهي من القرى الأرضية لازم يكون فيه توزيع عادل للقاح لكل دول العالم ده واحد من أهم التصريحات اللي قالتها الدكتورة هالة زايد مبارح وذكرت إنه مصر بالفعل كانت من أول الدول اللي دخلت فيه أبحاث وإجراءات خاصة بالبحث عن علاج وباء فيروس كورونا وموضوعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا والتجارب السريرية وجهزت من بدري إنه عندها الإمكانية في المصانع اللي عندها لإمكانية إنه هي ممكن في المستقبل القريب إنه هي تعمل التفعيات ويبقى تصنيع اللقاح نفسه يبقى في مصر اللجنة العليا أو اللجنة العلمية العليا اللي حضراتكم بتدير ملف وباء فيروس كورونا في مصر كان عندها الإمكانية في إنها تبحث مع كل الدول العالم ويبقى ليها مصر تبقى ليها مصدرين لإنه هي يبقى اللقاح متواجد في مصر أهم مصدر وهو التحالف الدولي للقاحات والأمصال اللي هو في جنيف اللي هو تابع للأمم المتحدة عدة دول كده فيه تحالف مع بعضيها كده بحيث أنه هما يبقى فيه يمثلوا قوة في التحدي الخاص بأنه هما يقدروا يجيبوا لقاحات لكثير من الدول العالم اللي ممكن تكون متوسطة أو فقيرة أو داخلها يبقى قليل فنوية هذا التحالف الدولي للقاحات والأمصال مصر من ضمن هذا التحالف هذا التحالف اللي حيوفر اتنين واحد من عشرة مليار جرعة للقاح لتسعين دولة من متوسطة أو قليلة الدخل وبناء عليه مصر من هذه في هذا الاتجاه اللي هو التحالف الدولي للأمصال واللقاح مصر من ضمن هذا التحالف بحيث أن هي بإذن الله سيكون هو المصدر الاساسي ان احنا يبقى فيه لقاح في مصر بكمية كبيرة اما المصدر التاني فهو انك انت وزارة الصحة وجمهورية مصر العربية بتعمل اتفاقيات مع بعض الدول وبعض الشركات اللي بتنتج اللقاح بصورة فردية زي مثلا استرازينيكا او ستينوفارم او جونسون ات جونسون او سينوفاك في هذه الشركات اللي ممكن مصر يراحت لها بشكل فردي وعملت اتفاقية سريعة جدا بحيث انه هم قد ما نقدر نقدر نجيب اللقاح باسرع ما يمكن ولكن برجع تاني ان المصدر الاساسي اللي هيجلنا منه عدد كبير من اللقاح هو التحالف الدولي للقاحات والامصال اللي هو في جينيف التابع للامم المتحدة حضراتكم بارحة اكسترازينيكا لقاح اكسترازينيكا وصل مبارح لمصر خمسين الف لقاح وقبل كده وصل لستينوفارم خمسين الف لقاح مصر حضراتكم وان شاء الله بإذن الله تعالى في خلال اسبوعين هيكون عندنا عدد كبير من اللقاحات من خلال التحالف الدولي اللي أنا ذكرته لحضراتكم ان شاء الله هناك ضغط دولي ومن منظمة الصحة العالمية وايضا هذا التحالف الدولي اللي مصر مشتركة فيه أنا آسف من الإيربيس في ضغط دولي لعلى الشركات من منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي اللي مصر مشتركة فيه في ضغط جامد جدا ان هي يقدروا يضغطوا بحيث ان الدول اللي عايزة تستحوز على اللقاح ويبقى عندها مخزون كبير وملهاش دعوة بالدول الأخرى والشعوب الدول الأخرى نقدر نحجمها بشكل أو بآخر فحنقول انه فيه تسعين دولة بإذن الله تعالى من الدول المتوسطة وقليلة الدخل وحيرجلها بإذن الله تعالى اللقاح بشكل جيد وفي خلال الإسبوعين اللي جايين دول نص فبراير إن شاء الله بإذن الله وعدت الدكتور أهل أزايد انه فيه خبر جميل جدا وهو انه فيه عدد كبير من اللقاحات بإذن الله هتوصل مصر استرازينيكا على فكرة عندها عدة مصانع زي ما قلت فيه أول المقدمة انه عندها مصنع في الهند قرية جنوبية روسيا إنجلترا الشحنة اللي جات لنا مبارح من استرازينيكا كانت جاية من المصنع اللي موجود في الهند وشرحت الدكتور أهل أزايد إن كل المصانع اللي بتنتج هذا اللقاح فيه شهادة موحدة لدقة التصنيع في كل المصانع يعني ما فيش مصنع مثلا هذا اللقاح بيبقى أحسن من التاني طالما تحت عنوان أو تحت اسم استرازينيكا يبقى معناه إنك أنت اللقاح فعال وآمن بإذن الله تعالى إذا كان من الهند أو من كوريا الجنوبية أو روسيا أو إنجلترا بإذن الله تعالى حيبقى فيه تعاون مشترك ما بين استرازينيكا ووزارة الصحة المصرية ودولة جمهورية مصر العربية بإذن هو ممكن يبقى عندنا إن شاء الله اتفاقية خاصة بإن مصر تنتج هذا اللقاح الهام في مصر وتبتدي يبقى فيه توزيع لدول أفريقيا وده طبعا إنجاز كبير جدا إنجاز مهم جدا وراجع ليه إن مصر واحدة من أقدم الدول في تواجد اللقاح وإنتاج اللقاح في مصر إذن عندنا نوعين من اللقاح في مصر استرازينيكا وستاريو فارم اللقاحين فعالين جدا وهم الاتنين بيدوا عدد كبير جدا من الحالة الأمنة وفعال بشكل جيد جدا يعني مش عايز أخش في تفاصيل علمية إنه استاريو فارم تعتمد على فيروس غير حي والتاني لكن استاريو فارم يقال إنه هو زي اللقاح الخاص بالإلفلونزا أما استرازينيكا فهو زي اللقاح حضراتكو اللي إحنا بناخده لشلل الأطفال فإذن هذا التعامل من اللقاحات آمن زي هذه اللقاحات اللي إحنا بقالنا سنين بناخدها وفي نفس الوقت إن شاء الله حيكون فعال معلومة مهمة جدا إن استرازينيكا في التجارب بتاعتها ما عملتش تجارب على السادة اللي فوق السن 65 سنة وبناءنا عليه جمهورية مصر العربية لما هيجي لها استرازينيكا زي ما جالها الخمسين ألف دول مش هتدي التطعيم للسن اللي فوق 65 أما استايرو فارم تم عمل تجارب سريرية اللي فوق 65 فحنديهم حضراتكو هذا التطعيم للسن اللي فوق 65 سنة معلومات مهمة إن إحنا نعرفها معلومات مهمة إن إحنا نفهمها ويبقى عندنا وعي إيه الدولة بتعمل إيه مصر في هذا الاتجاه وفي نفس الوقت معلومة مهمة كمان إنك إنت تعرف الدول العالم كلها بيحصل فيها إيه وهذا التحدي الهام لحياة البشرية على القرى الأرضية أنا مش هتقول أكتر من كده لكن عايز أقول بس إنه واضح جدا في العالم كله زي ما أنا قلت في المقدمة أي وباء جاه على القرى الأرضية كان بيقعب بالسنين الطويلة لغاية لما يطلع لقاح يطلع لقاح فالمرة دي سنة عشرين عشرين وعشرين واحد وعشرين بسبب التقدم زي ما أنا قلت فأنت قدرت إنك إنت تصنع لقاح أو عدة لقاحات يعني بشكل سريع جدا وفعال إن شاء الله لكن التجارب بتاعته على مر وقت كبير لسه ما تجربتش ففي منهم مثلا اتجربوا اتجرب هذه اللقاحات مثلا للسن تحت 18 سنة والسيدات الحوامل في لقاح تاني ما لا ما تجربش فمعناها لبدا ما ما تجربش على السيدات الحوامل وعلى السن تحت 18 سنة يبقى معناها إنك إنت مش هتدي في لقاح تاني لا اتجرب فهذا الاختلافات في مقاييس اللقاح حيبقى إن شاء الله في 2021 الكثير والكثير والأبحاث والتجارب حوالين نوعية اللقاح في الفترة القادمة حضرتكو النهاردة عندنا فقرة خاصة بهذا الموضوع وموضوع اللقاحات وأيضا عندنا موضوع آخر بيخص المشروع القومي لتطوير القرى المصرية وحنتكلم فيه عن دور مبادرة حياة كريمة وقد إيه إن مبادرة حياة كريمة دي حضرتكو كانت هي البداية في إن هي تقف تقف بجانب القرى المصرية تقف بجانب الأشخاص الأكثر فقرا والقرى الأكثر فقرا وبناء عليه السيد الرئيس عفتاح السيسي طلب إن المبادرة دي تكبر بشكل أكبر وتبقى حملة قومية في جمهورية مصر العربية لتطوير أكتر من 4000 قرية في مصر اللي هو 4584 قرية في ثلاث سنوات هنعمل فيها الكثير والكثير من الإنجازات في الطرق والنقل والصرف الصحي ومياه الشرب والقهرباء والإنارة العامة والغاز الطبيعي وتطوير الوحدات المحلية والشباب والرياضة والخدمات الصحية والتعليمية والتدخلات الاجتماعية المختلفة تحدي كبير جدا للدولة المصرية ومشروع قومي بيشارك فيه القطاع الخاص والحكومة وصندوق طحية مصر وكل الجماعية الأهلية ومنظمات المجتمع المدني حضراتكم حيكون معنا في الفقرة الأولى اللي هي المبادرة الأسئلة تطوير ألف قرية الأكتر احتياجة مع مبادرة حياة كريمة مع الأستاذ هيثم الرفاعي عضو مجلس حياة كريمة والفقرة الثانية حضراتكم هتكون معايا الحماية من كورونا في الموجة الثانية والحصول على اللقاحة والمصل الوقائي مع الأستاذ الدكتورة من سعيد أستاذ الطب الوقائي في جامعة القاهرة اسمحوا لي بقى نبتدي الأخبار مع حضراتكم أول خبر النهاردة هو الرئيس السيسي يؤكد أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري الاستخباري كآلية قوية وداعمة الرئيس السيسي يؤكد أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية وداعمة شارك الرئيس عفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس في أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الاستخباري وذلك بناسبة افتتاح مقر المنتدى بالقاهرة وصرح السفير بسام الرادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى حيث وجه كلمة افتتاحية أكد فيها أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباري الوثيقة بين الدول العربية الشقيقة فضلا عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن وزير الدفاع يلتقي برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لمحس علاقات التعاون المشترك التقى الفريق أول محمد زاكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام تناول اللقاء عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الأفريقية وانعكسها على الأمن والسلم بالقارة الأفريقية بما يسهم في التصدي للتحديات الأفريقية وإرساء دعام الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية وأكد الفريق أول محمد زاكي القائد العام لقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط الكوات المسلحة المصرية ومفوضية الاتحاد الأفريقي في مختلف المجالات خاصة في مجال كوات حفظ السلام بالقارة الأفريقية من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن اعتزازه بعمل العلاقات بعمق العلاقات التي تربط مفوضية الاتحاد الأفريقي وكوات المسلحة المصرية معربا عن تطلعه لمزيد من التنصيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشتركة حضر اللقاء عدد من قبار قادة القوات المسلحة سامح شكري يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع وزيرة الخارجية السيرليونية عقد وزيرة الخارجية سامح شكري اليوم الاسنين اجتماعا افتراضيا عبر خاصية الفيديو كونفرنس مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيرليونية نبيلة تونيس وذلك لبحث سبل دفع العلاقات السنائية بين الدولتين وكذا التشاور حول عدد من الموضوعات الدولية التي تشغل اهتمام البلدين وصرح سفير احمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بان الوزير شكري اكد حرص مصر على تطوير العلاقات السنائية في شتى مجالات التعاون خاصة على تعزيز التجارة المتبادلة والاستثمارات المصرية المباشرة في سيرليون من خلال تشجيع الشركات المصرية لتوسيع نشطها هناك واشهد وزيرة الخارجية بالجهود الجارية لتعزيز العلاقات بين الدولتين من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات السنائية من بينها التعاون في مجال التشاور السياسي والثقافة والشباب والرياضة وزيرة الانتاج الحربي والصناعة يشهدان توقيع تفاقية تصنيع الأوتوبيسات القهربائية شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزيرة الدولة للانتاج الحربي ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مراسم توقيع تفاقية تصنيع مشترك بين مصنع انتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي وشاركة صناعة وسائل النقل أوضح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للانتاج الحربي أن توقيع هذه الاتفاقية يستهدف التعاون المشترك في مجال نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأوتوبيسات القهربائية في إطار سعي الدولة إلى تنفيذ استراتيجية توطين المركبات القهربائية في مصر من منطلق الحرص على تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية المالية نتوقع تحقيق فائد أولي يصل 6 من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 أكد الدكتور محمد معيد وزير المالية أن البرنامج الإصلاح الاقتصادي وهو برنامج وطني نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني ويعتمد على اتباع إطار النهج التشاركي الذي تتبنه الدولة المصرية في الوقت الراهن مع استهداف القطاعات الحقيقية الاقتصاد المصري للمرة الأولى بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة السفير الفرنسي الرسوم المسيئة لا تمثلنا ونبذل جهودا لمنع الإساءة للمسلمين استقبل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم استيفان روماتي سفير فرنسا بالقاهرة لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء وفرنسا في مجال مواجهة الفكر المتطرف والإسلام وفوبيا وأكد المفتي خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية الفرنسية مشير إلى أن مصر في عهد الرئيس السيسي قد حققك نجاحات كبيرة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية والصحية كما أن إدارة مصر لأزمة جائحة كورونا كانت متميزة فضلا عن الكثير من المشروعات القومية التي يتم افتتاحها خلال الفترات الماضية دون تأثر بهذه الجائحة التي أراقت العالم وزيرة التضامن تقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لواحد ونص مليون أسرة بـ 960 مليون أكدت نفين أبقى باش وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة والمؤسسات العامة للتكافل تقدم مساعدات النقدية غير منتظمة غير منظمة غير منتظمة لإجمالي واحد ونص مليون أسرة مضارة بظروف صعبة بإجمالي 960114 مليون جنيه بمتوسط شهري 400 جنيه مصري كما بلغ إجمالي قيمة المساعدات العينية بالمحافظات إلى 41 مليون 8935 جنيه لـ 79 870 مستفيدا وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال لقاءها بيان الوزارة أمام مجلس النواب أن الوزارة المشاركة مع الجمعيات الأهلية قامت بإصلاح الآثار التي خلفتها السيول التي وقعت في فبراير 2020 بقيمة 110 مليون جنيه مصري غدا ارتفاع بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء والعظم بالقاهرة 26 درجة تتوقع هيئة الأعصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء الارتفاع في درجات الحرارة حيث يسود تقس دافئ على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتقس دافئ على السواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة كما تتوقع هيئة الأعصاد أن يسود تقس دافئ على شمال السعيد والرياح معتدلة دي كانت أخبارنا النهاردة حضرتك وزي ما نقولت في المقدمة الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن مبادرة حياة كريمة وعايز أسأل ضيفي أكثر وأكثر عن هذه المبادرة بحيث أن أنا أعرف ابتدت إمتى تاريخها إيه وقدرت أن هي تعمل إنجاز إيه وفي الفترة القادمة إن شاء الله في المشروع القومي لتطوير القرى حيكون إيه دورها بالزبط ديفي اللي حيكون مشرفني بعد الفاصل الأستاذ هيثم الرفاعي عضو مجلس حياة كريمة الفاصل ورجعين حالب اشتركوا في القناة